صباح الخير لك حازم من جديد صباح الخير لكل المشاهدين وزي ما تفضلت أكيد بهذا الظرف الاستثنائي وجاحت كورونا غيرت الكثير من العادات واليوم غيرت طريقة أيضا التعليم واليوم احنا معكم بهذا الربط المواجر حبينا يكون معنا أستاذ الدكتور عبد الكريم الإقضاء رئيس الجامعة الأردنية والحديث عن التعلم عن بعد من خلال الجامعة الأردنية والجامعة الرسمية أيضا دكتور صباح الخير ويعطيك العافية صباح النور يا هلاء يعني بالبداية كل عام أنت بخير أيضا بمناسبة عيد الفطر وعيد الاستقلال سيدي اسمحوا لي أن بهذا الصباح الجميل أن أصبح على الوطن وقايد الوطن وكل مفاصل الدولة حكومة وجيشا وأجهزة أمنية وكادر طبي صحي وكل العاملين في كل مفاصل الدولة وها أنتم في هذا الصباح الطيب الجميل تقومون بواجبكم ونحن كذلك بدأت الحياة تدب في الجامعة الأردنية من جديد بعد تعليق الدوام لفترة طويلة الآن الهيئة الإدارية بدأت العمل وإن شاء الله سيلتحق بها قريبا أعضا هي التدريس والطلبة دكتور نحن نمر الأردن وكل العالم بظرف استثناء وهي جائحة كورونا وانتشار هذا الفيروس ولكن الأردن كانت من أول الدول التي استخدمت ألية التعليم عن بعد ومسيرة التعليم مستمرة كان هم جال سيدنا منك عبدالله الثاني بن حسين أن التعليم يظل مستمر لأبنان الطلبة سواء في المدارس أو الجامعات اليوم التعليم عن بعد تحكينا عن ألية التعليم عن بعد وكيفية التعليم عن بعد وما هي الخطط المستقبلية دكتور التعليم الإلكتروني أو يسمى عن بعد هو خيار ضرورة أولا وهو خيار استراتيجي للوطن لأن هذا الزخم الكبير الذي أخذه التعليم الإلكتروني هو جزء من منظومة عالمية بالتتجه نحو حوسبة كل شيء ونعرف تماما أن الحكومة الإلكترونية هي خيار منذ فترة طويلة للدولة الأردنية وكذلك مجلس التعليم العالي اتخذ قرار بأن يكون التعليم الإلكتروني جزء لا يتجزأ من التعليم وهذا منذ 2015 كما أذكر الجامعة الأردنية اتخذت قرارات عديدة بهذا المجال وهي تطبق أصلا قبل موضوع تحدي كورونا التعليم الإلكتروني بنسبة جيدة وهذه فرصة لنتكلم لغة العالم لغة العالم تقول أن هناك ثورة صناعية ديجيتالية هناك جيل خامس للأنظم الحاسوبية كل حياتنا ستتحول بطريقة أو بأخرى إلى جانب أو جوالب إلكترونية الجامعات العالمية اعتمدت هذا المبدأ التعليم الإلكتروني وهو خيار الضرورة زي ما حكيت وإن شاء الله أنه هذه فرصة أنا في تصوري لنستثمر في هذا الجانب لأنه أولا هو زي ما تحدثت هو لغة العالم وهو سيكون معظم عنظمتنا العملية هي محوسبة والجامعة أردنية تبنت نظام الحرم الذكي الحرم الذكي يعني أربع أشياء الأولى هي التعليم والتعلم الإلكتروني والثاني أن يكون هناك كل العمليات الإدارية محوسبة بمعنى لا ورقية لا نقدية وبنفس الوقت أنه كل شيء في الجامعة محوسب فإحنا الحمد لله مشينا في الجامعة الأردنية أو استمرنا على ما كنا بدأنا عليه حتى قبل الجائحة ولكن هذه المناسبة عظمت جهودنا وهي تتماشى مع ما يسير في الدولة وأنا أرى أن الحكومة الأردنية تسير بهذا الاتجاه بشكل واضح وجلات الملك هو دائما داعم لهذا التطور وأنا أرى فيه كيف يدعم هذا الاتجاه ليس حديثا ولكن منذ فترة طويلة حتى أسماء الوزارات التي أنشئت هي تسير بهذا الاتجاه وزارة الاقتصاد الرقمي ومأسسات كل نواحي الدولة مأسستها تعني بالإضافة إلى معاني كثيرة هي حوسبة كل ما يدور في أجهزة الدولة دكتور شو توجد كلمة لكل أبناء الطلبة من الأردن وخارج الأردن أيضا الإخوان اللي كانوا بجامعات خارجية والله اليوم يختتم مناسبات طيبة وجميلة على الوطن عيد الفطر السعيد لا زال أجواؤه تخيم على الوطن وعلى الأمة العربية والإسلامية وأجوانا كلها عيد الاستقلال الذي هو انطلاقه لنهضة الوطن ونهضة الأمة والتطور الشامل في كل مفاصل الدولة الآن طلبتنا ينتظر بفارغ الصبر العودة للجامعة الأردنية وإن شاء الله عما قريب إن شاء الله سنلتقي بطلبتنا الأعزاء في رحاب حرم الجامعة الأردنية كلنا أمل إن شاء الله أن تعود الحياة إلى طبيعتها في الجامعة الأردنية ونحن نتواصل مع الطلبة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن وخاصة البرنامج الدولي أو الذين لم يستطيعوا الدخول إلى الوطن نحن نتواصل معهم بصورة دائمة إن شاء الله ستعود الحياة إلى طبيعتها عما قريب وأنا أرى أن هناك تحسنا واضحا في السيطرة على الحال الصحية كل هذه العوامل هي إن شاء الله في مصلحة الوطن وفي مصلحة الجامعة وهي بالنهاية جزء من هذا العالم التي نعتز ونفتخر نكون جزء من أمتنا العربية والإسلامية والإنسانية بشكل عام الآن عودة إلى حازم وكاته لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد ويسعد صباحكم كل شكر أكيد للدكتور عبد الكريم الإقضاء رئيس الجامعة الأردنية ترجمة نانسي قنقر